انه بيكون ناطر حدا يجي اللو لأ انت لازم تدخل هذا التخصص وهذا الجواب هو ما حدا هيعطينا يا ما حدا كل يوم بفيه هو باشنيت لدوام التسعة للخمسة اللي هو بيشتغله انا كذ عشان بس المانجر بسورك عمي فهي قدرت تجمع انه هالثلاث شغلات اللي هي بتعرفهم اللي هو الجوب والكارير تبعها واللايف ميشن بمشروع واحد هالأي آي رح يستبدلني انت مو بس الأي آي رح يستبدل انت ممكن يستبدل لك الحمد لله السلام يا رجيني الاخبار عملاي اهلا وسهلا الحمد لله بخير انت كيفا الحمد لله بخير الله ممكن انت عرفين عن نفسك اكتر انا اسمه رجين بغدادي خارجة ادارة اعمال وحاليا صانعة محتوى ومؤسسة لمشروع اسمه اكسباندر صار له تقريبا سنة ونص هو منصة تعليمية تهدف انه تساعد الاشخاص للموارد التعليمية المناسبة الى زائد شغل على شيء له علاقة باختيار التخصص الجامع من خلال ورشات ومن خلال استشارات شخصية جلسات ارشادية وتفاصيل تاني خلينا نعرف اكتر عن دراسي الجامعية عموما دراسي ادارة اعمال صح صحيح كل او معظم الناس اللي في فترة حالية اللي بتفرجوا علينا بيسترجلوا دايما في فكرة اختيار التخصص وانهما يلاقوا الحاجة اللي عايزين يدرسوها وده اعتقد هو الكوري الحاجة اللي بتعملها لأكسباندر بشكل اساسي صحيح فحابين نعرف اكتر عن تقربتك انتي كالوجاية ازاي اخترتي اصلا ادارة اعمال لحبتي درسي التخصص ده فين درستي اصلا التخصص هلا انا خلصت البكالورية او هي الثانوية يعني بسوريا وانا كان من بداية الثانوية من صف العاشر انا بدي معلوماتي بدي هندست معلوماتي لانه انا حدا كان كتير بيحب حدا كان كتير بيحب الاي تي والبرمجة وكنت من وقتا عم بحضر ورشات واعمل دورات وهيك فكنت حاطة ببالي انه بدي هندست معلوماتية قدمت البكالورية اول سنة وما رحت عالفحص فرسبت فرجعت عالتها مرة تانية وانه خلص انا بدي فوت معلوماتية لما خلصت مجموعي ما سمح لي فوت هندست معلوماتية لا بجامعة الحكومية ولا بجامعة خاصة فبقيت بعد حوالي السنة هيك ما اللي عرفانا شو بدي اعمل وحاسة انه انا اذا ما دخلت معلوماتية فخلص انا يعني حتنهار حياتي كله لوقت ما بعدين عرفت انه بقلب البزنس في شي تخصص اسمه MIT او management information technology ادارة نظم تكنولوجيا فقررت نسجل هاد الشي طبعا يعني هيك بدعم من اهلي انه لحتى هيك يعني يرضي الرغبة اللي جواتي لما دخلت بالبزنس انا يعني انا داخلة انه ما عندي توقعات انه خلص هذا الشي اللي طلع لي وهذا الشي اللي رح ادرسه وانه حشوف وفيه كان دائما هاي الاستيجما تبع ادارة الاعمال ما بارف اذا بس بس بسوريا ولا بكل على المكان انه ادارة الاعمال هي للشخص يلي ما لقى شي يدرسه انه اللي هي اقل شي نفس عندنا في الوقتان في لوطة العربية هموما بيقولك تشغلي شغل عمل حر او رايد اعمال ايه طبعا فانه هاي ادارة الاعمال انه يلا انه ما طلع له شي هو حتى بالمجموعة يعني تبع المفادلة لانه دائما ادارة الاعمال بتكون من المجميع القليلة يعني فانه ما كتحطى توقعات وانه خلص انا قبل يعني لحتى شوي كوان باكراوند عن حالي انا قبل ابل مرحلة الثانوي انا كنت طالبة شاطرة بالثانوي اللي هو عننا عاشر وحادي عشر وبكالوريا انا ما بدرس ولا بحب الدراسة بحياتي العادية لما خلص الفصل الاول اكتشفت انه كنت طالعة التاسعة عادفاتي فانهيك انه نعفوا ان واحدة يراسبة بالبكالوريا وعايدتها وعدين اعداد سنة بالبيت ما عرفت كده تعمل فجأة حسيت انه اه تمام هاي اللي سبارك تبع الدراسة رجعت يعني اشتغلت جواتي لانه بلاشت ادرس شغلات انا عن جد مهتمة فيها يعني ادارة العمل مثل اي تخصص تاني اول سنة ويعني سنتين تقريبا تكون عم تدرس اشياء عمومية تكون عم تدرس ماركتينج وفايننس ومانجمنت وكل هاي الاشياء فكتا عم جد عم بدرس شي انا حاسة انه اه انا هذا يوما ما رح اعرف كيف استخدمه بعكس الشغلات اللي احنا مدرسة بالمدرسة انه انا بشو بدي استخدم مساء اللوغاريتمات وشو بدي استخدم المسلسات وهذا هو كان السبب في بداية فقداني اشتغل في فترة المحاسة نعم فبلشت دخلت هاد الشي وشوي شوي بلشت انه خلص انا دائما من لايحت الاوائل تخرجت اخر شي برابع على دفاتي وبمرتبة امتياز فاليوم لما هلأ برجع بقول انه انا كيف اخترت تخصصي انا ما كان عندي قرار بصراحة بس انا هلأ بقول انه لو بوقتها القدر اشتغل بطريقة انه يعطيني الشي اللي كان بدي اياه وانه فوت هندسة معلوماتية انا حتما ماكنت هون انا حتما كنت يعني شلت بكتير محطات بحياتي لانه مخي ما بيشتغل بطريقة الهندسة يعني انا ما بحب الفيزياء ما بحب الرياضيات ولما دخلت بزنس ولقيت هاي الكمبينيشن بين الاي تي والبزنس لقيت انه انا هاد الشي اللي بحبه انا شخص اجتماعي بيحب الناس بيحب البابليك سبيكين وانه ما كان حيناسبني انه ادخل هندسة فمشان هيك يعني تقريبا من اول سنة جامعة بلشت حس انه هي الميشن تبع حياتي انه ساعد العالم ما تسترقل هاد الشي اللي انا عشته انه انا عشت تلت سنين انا حاسة كل وقت انه انا فاشلة انه انتي عم تعيدي البكالوريا رفقاتك لا تدخلوا جامعة مالك عارفانة شو بديك الشي اللي بديك يا ما طلع لك وكل هاي الافكار بلس الضغط المجتمعي وانه انتي فشلتي والبكالوريا اللي كل العالم تقدر تاخدها انتي ماء خطية وكل هاي التفاصيل فصرت حس انه انا الميشن انه انا ساعد العالم انه لا انا فهمانا انت شو عم تمرق تماما لانه غالبا الاهل مو نحنا يعني بتكون الاهل صار لهم فترة قطعين هاي المرحلة فبينسون شو بيكون الواحد عم يحس بهذه المرحلة شو بيكون عم يحس لانه اساسا هتعمله بحياتك الجاية كريرك وشغلك وهي خلال هاي الفترة الحارجة حتى بيكون فيه الضغط النفسي مؤثر على الانسان انه هو ده انا هاخد خطوة والخطوة دي اهم خطوة في حياتي اللي هتبن عليها بقى كاريري ومستقبلي والاربع سنين الجايين اللي هم احسن فترات العمر تقريبا تمام فحسن انه المروريك بالتجربة وان ان انت منحطيش الاجتماع في السنوي كانت نهاية العالم يعني الناس حتى من قبل ما بتدخل الامتحانات بتقعد تفكر اللي هو اه انا لو غلطت غلطة الغلطة دي ممكن تأثر على بقية حياتي كلها فبتعيش في استرس فاصلا ده بليه الذم ان هم يغلطوا الغلطة دي تمام فهل حسن انه هون مفروض اصلا تكون محاة ثانوية والنتيجة بتاعتها النتيجة بتقرر مصير الانسان في مستقبل هو بالحالة المثالية اكيد لا يعني لانه انه فحص واحد يعني او مجموعة فحصات وراء بعضها هي اللي تقرر لي انا كيف دي يكون شكل حياتي هو شي ما له منطقي حتى انا ممكن خلال هاي الفترة الزمنية امراض اتعاب يكون صار معي ظرف نفسي معين يعني ما له منطق بس هو حاليا هذا النظام التعليمي اللي موجود ببلادنا ويعني ما لا يبدو انه هيتغير بالمستقبل الاريب اه تمام انا ما لي كتير خبيرة بالانظمة التعليمية التانية ولكن يلي بعرفه انه هو غالبا بيكون كمان انه باماكن تانية مثلا بمثل استراليا او اوروبا او هيك انه بياخدوا افرج مثلا اخر 3 سنين which is make sense انه هذا الشي بيكون تقييم عادل للطالب انه انت على مدى 3 سنين شو اللي عم يكون علاماتك معناها انت هذا الافرج تبعك بيبلش شو يقدم على الجامعات لحتى يشوف انه الجامعات اذا عمت قبل وانحنا طرق التقديم تبعنا مختلفة انه انت على علاماتك بدك تفوت على الجامعة فما بيكون في تقييم فردي بيكون خلص انت علاماتك هيك معناتها انت بناسبك هذا لانه عمنا التخصصات فبليش اشتغل على العودة على فكرة انه شو اللي كنت عم بعمله بما يخص اختيار التخصص بليش التقريبة من 2014 اتطوع بهي الاشياء وهذا المفهوم هو مفهوم كتير جديد بالعالم العربي بينما هو يعني مفهوم موجود برا بفيلد الاديوكيشن يلي هو المستشار الاكاديمي انه انا شو اعمل شو الناكستيب وهذا الشي مو بس للاشخاص اللي عم تختار تخصوص الجامع هذا الشي هو ضروري لأي حدا عم يخطو خطوة تعليمية احنا ما حدا بيعلمنا انه مثل ما انت عندك مسار مهني بحياتك وكارير انه انت عندك مسار تعليمي هذا الشي هو بيبدأ من دخولك المدرسة وما بينتهي ما بينتهي بانك انت تتخرج من الجامعة او تخلص الماجستير تبعك او هيك فصرت تساعد بهذا الشي وكانت يعني المين فوكس تبعي الشريحة اللي انا بتعامل معه الشريحة اللي انا موصلي ريليت يلي هي اليافعين يلي هنا اعمار خليني قول من خمسة عش ل 18 19 سنة وكن دائما مع فكرة انه كلما الواحد بلش يختار تخصصه او بلش يفكر بمساره التعليمي ابكر كلما افضل يعني احنا ما نستنى لانا خلصت البكالوريا وقدامي شهرين اللي تبلش الجامعات يلا هلأ شو بدي اعمل بحيات فروح بقى اشوف كل الفيديوهات وبحصن كل التخصصات وابدأ اكتشف انا عايز ايو دماغي في خلال الفترة الدقيقة تماما لانه هي العملية هي مو اختيار تخصص هي العملية هي انه انت عم تكتشف حالك لتعرف انت شو لازم تتخصص فانت مو عم تكتشف التخصصات من حولك انت اقول شي دا تبلش من حالك تفهم انت شو بتحب شو الاكتيفتي اللي بتستمتع تعملها وين الكنتكست اللي بيناسب انك انت تكون متواجد فيه وغيرا من التفاصيل لحتى بعدين تبلش تفهم شو لازم تدخل طب في مرحلة تفهم النفس يعني زي ما زي ما قلت نوال فكرة الانسان لازم يعرف هو اصلا عبارة عن ايه وشخصيته عاملة زي حتى فيه يعني لما بنتكلم حتى مع live coaches وكده او لما مشوف فيديوهات حتى inspiration عن فكرة اللي هو اعرف نفسك وحتى الانترپيرنورز اللي ناكحين في المجتمع بيقولوا نفس الكلام ده بالزبط فبيقول لك حتى فيه tools دلوقتي بتساعد على كده يعني فيه مثلا 16 personalities التست ممكن تاخده فتعرف اكتر عن شخصيتك والمؤثرين اللي كانوا نفس شخصيتك عملوا ايه وهي المصار بتاعهم اللي اختاروه ممكن تبقى inspired بي حاجة منهم فتختار نفس الroad map تمشي عليها او تعمل short analysis لنفسك اكتر فبالتالي تعرف ايه strength وال weaknesses وال opportunities وال threats اللي بتواجهك بعد كده وعلى اساس كده تقدر تاخد decision احسن لمستقبلك بعدين صحيح فشايف الانسان اصلا لو انا دلوقتي عندي طالب انا عمر خلصت دلوقتي سنوي او في مرحلة السنوي ناوي ان انا ابدأ ان انا نخطط للجامعة من دلوقتي فمفتوض ان انا ال baby steps ان انا مفتوض ان انا ابدأ فيها وارسن طريق ازاي عشان ايه عارف اخد طريق صحي في اخر الطريق ده تمام هلا هو ما في جواب موحد للكل ولكن هو في يعني دائما انا حتى ببداية الجلسات الارشادية بيكون انه انا ما بساعد انه انا بعطي الجواب انا بساعد انه انت تبني mindset تبعك لحتى تقدر تفهم شو هي اللي اللي عم يصير بحياتك جميع نكتغالي mentality عشان بعد كده يقدر هو ياخد السجن لانه غالبا انه الطالب هو بيكون انه الخصوص اللي بيكون كتير متوتر وoverwhelmed انه شو بدي اعمل وامي بدي هيك وابي بدي هيك وانا بدي هيك انه بيكون ناطر حدا ييجي انه لازم تدخل هاد التخصص وهذا الجواب هو ما حدا حيعطينا يعني باي شي بحياتنا بالاخير القرارات هاي القرارات اللي انت حتتحمل مسؤوليتها ما حدا حييجي انه انه لازم هيك تعمل بس الشي اللي ممكن انه تساعدك في الجلسات الارشادية او وجود مرشد بمسارك هو انه يساعدك كيف تفكر بصوت عالي ويعطيك المايندست الصحيحة يعني مثل ما انت عم تقول مثلا اختبارات وهاي الاشياء هي ادوات حتما مهمة بتساعدك انه تعرفها حالك بس انا الشي اللي دائما بحس انه هو لازم يكون قبل هو انه انت تبلش تحط حالك ببيئات مختلفة عن البيئات اللي انت موجود فيها يعني نحنا المدرسة بعدين بيدخل مثلا على السانوي فنحنا قليل الطالب لحتى هو يكون فهمان انا كيف بتصرف برا الكميونيتيز الكتير فاميلير انا فيها بصير كتير دائما بحكي على فكرة قدامهم انه الواحد يكون عم يتطوع انه عم يحضر ورشات انه هيك عم يخلط حاله باماكن تانية لانه هي هاي الاماكن اللي حتخليه بلا شي اكتشف انه اوه مثلا انا لما بكون بمكان انه مثلا بحب الاشياء الادارية انه اذا حدا سلمني شي له علاقة مثلا بين مجموعة اشخاص فانا بحب هاد الشي فهي الشغلات انت ما رح تكتشفها وانت مثلا قاعد ورا المقعد بمدرستك او ما رح تكتشفها وانت قاعد ورا شاشة الكمبيوتر عم تحضر كورس هاي شغلات كتير مهمة اكيد الكورس انلاين وهي الاشياء بحكي دائما فيها ولكن انت انك تنحط بالبيئة المناسبة هو اول يعني او ببيئة مختلفة هو العامل الاهم انه انت تلحش حالك عن جد وين ما صح لك هي هي اول يعني تلحش حالك تلحش حالك يعني ترمي نفسك اه تمام يعني اول مرحلة انه انت بدك تكون عن جد عم ترمي نفسك لتجرب كل شي لانه اوقات كتير بيكون في مثلا اشخاص انه انا مثلا كتير حابة بالماركتنج انه بدي ادخلها فقول دائما انه في تخصوصات هي تخصوصات كتير براقة يعني انا دائما كنت بتخيل في قسم الماركتنج ده عبارة عن اللي هو ناس قاعدين على ترابيزها في نوتس صغيرة افكار يلا ايو في دائما اللي هي اللامبة دي اللي موجودة وبتنور ويلا الشبابها افكار وناس كلها عادة بتعمل ومرة واحدة حد طلع بفكرة فتحمصوا لها فرسموا فبيجو مثلا انه انا بدي ادخل تسويق لانه انا كتير بحب مثلا البراندينج والالوان وهايك بس هو دائما من كل تخصص فيه البارت اللي كتير براق وفيه البارت المعتب اللي واحدة بيحكي عنه اللي انه انت ماركتنج عندك تعمل عندك تفهم بالداتا يعني بدك تكون بتفهم بالمنصات عندك تقنية فهي الاشياء انت ما بتقدر تكتشفها غير لحتى تجرب اما تجرب بانك تطوع بمكان اما تجرب بانك مثلا بقول لهم دائما انهم مثلا تروح تحضر محاضرات من هاي التخصص اللي انت حابب انك تدخل عليه تجيب المتيريال زي اللي هنا اللي بيدرسوا وتعرف هنا شو بيدرسوا لانه كله بيكون حلو لوقت ما انت تكون بليلة الامتحان وقدامك سلائدات تدرسها فانت بتقول انه انا هاد عم بدرسوا لحتى اخر شي اطلع هاد التصور لبالي انا مو هاد الشي اللي اتوقعته فانك تحط حالك بالجو هاد الشي انا بشبهه بفكرة هي موجودة بعالم ريادة الاعمال يلي اسمها الـ اي حدا بيشتغل بريادة او يعني سبقه انه مثلا مشي بالبروزس تبع الانترورنورشيب يلي هو انه انت لما بدك يكون عندك فكرة بتقدم البروزس للـ فبيقولك انه هل انت عامل شي اسمه idea validation انه متحقق من انه هاي فكرتك هي فكرتك عن جد انه انه متل ما انت براسك انه انت بتكون بالبروزس اول سنة هيجينا هيك income بعدين العالم حتحب كتير هيصير في عنا يوزر على الـ بعد سنتين مدري قدي فبيكون دائما سؤال انه هل انت عامل هاي الـ هاي الـ بعالم الاعمال بتنعمل بانك تعمل surveys انك تعمل focus group انك تروح تسأل العالم انك تعمل مثلا اول شي prototype وتوزعه مثلا اذا application تعمل نسخة اولية وتخلي العالم يستخدمه فانت كمان نفس الشي انه انت هتعتبر انه انت هذا التخصص لحد فوتو هو استثمار بحياتك انت مثلا مشان ما نكون كتير هو مو لعشر سنين من حياتك ولا خمس سنين فرضنا انه انت اليوم اي تخصص جامعي حتفوته هو اربع او خمس سنين فهدول الخمس سنين هنا استثمار بحياتك فهل معقول تفوت تستثمر هدول الخمس سنين من حياتك انت معامل هاي الـ انه انت متأكد خلينا نقول ولا وخمسين ستين بالمئة انه هاد الشي انت رح تفلح فيه رح تكون مبسوط رح تكون حاسس بالانجاز رح تكون حاسس انك عم تستفيد وعم تفيد فهي الـ ما بتزبط غير لحتي تحط حالك بالمحيط تبع هذا التخصص انك تكسبرينس الموضوع مزوط يعني فكرة ان احنا حتى بناخد واركشوب كتير عن الليدرشيب والريسك مانجمينت ومفروض تعمل ايه ومفروض تبيه ليدر ازاي كل كلام ده واحنا عاديين بنسمع المحاضر وهو بيعطينا واحنا فوص الواركشوب بنقول اه ايه ده مثلا موجودة معاك في نفس التيم وانك تعمل فانت تحقق التيم لاين اللي انت حطته في الاول وانه تمشي على نفس البلان دي الا فعلا لما تتحط في الموقف ده وتتعلم بقى من خلال التجربة وفكرة كمان ان هو يعني معظم الطلاب بيحبوا يفضلوا جوة بتاعتهم لو انا طب ماشي انا مش عايبة بجرب ده وانا خلاص هدرسه على طول ان انا هروح لسه الوركشوب للناس دي او هروح المحاضرة دي او هروح المصنع ده او هتكلم مع الشخص ده فممكن بيكسله او في المرحلة دي اصلا بالسترس الموجود وسترس المجتمع وانه خطوة مهمة فمش بيعملوا ده بس لو لجعنا نفس الفكرة الاساسية للانتربرنورشيب حتى بيقولك ان تعريف الانتربرنور او رائد الامال هو شخص موجود لأ جاب معينة او بنيد في المجتمع وقارن ان هو يتاك الريسك وعشان يفيل الجاب دي ويعمل حاجة او مثلا خطوة او ايديا مثلا تفيل الجاب بتاعتي دي وبدأ يعمل بلانة على الاساسها ويمشي الاساسها فهي فكرة انك تتاك الريسك وتبدأ تجرب حاجة انت متعرفهاش عشان بقى لحضرينيك قلتيه فكرة ان هو يبقى عارف هو رايح على ايه من قبل ما يدخل ويدرس بتاعه فهم نفسه اكتر ولازم يجرب بعد كده حاجات ايه تاني ممكن ان هو يعملها عشان يقدر ان هو يلاقي القرار المناسب دي ان هو يدرسه هلأ كمان خليني شوي احكي على فكرة قرار المناسب انه اليوم قد ما انت حاولت لما تختارت خصوصك ما رح توصل لشي كمان متل اي قرار بالحياة ما رح توصل لمرحلة انه خاص مية بالمية انه هذا الشي اللي اذا درسته هخلص هابدع دائما هيكون في هامش من الشك انه بجوز يزبط بجوز ما يزبط بس الشي اللي بيساعد في عملية وجود الارشاد او انه انه يكون في حدا عم يساعدك او انت عم تعمل للتصرفات الصح انه نقلل هذا هامش الشك او هامش الخطأ لاقل لنسبة فالشغلات الثانية اللي مسلا دائما بحكي فيها كورسات اونلاين متل ما كمان كنت عم بحكي انه دول الشغلات كلاتها بتجي اشياء لاحقة هلا ليش كمان مهم انه انت تخصصك هاد هو صح استثمار خمس سنين وصح انه ممكن ما يكون هذا هو الشي ما رح تاخد القرار الصحيح مية بالمية بس انه بدك تعرف كمان انه انت بس لفت على هذا التخصص فانت حطيت حالك بمحيط هو كل آياته من العالم اللي تدرس هذا التخصص فاذا انت مثلا حدا كتير مثلا بتحب الارت ومسلا كتير بتشوف الحياة بالالوان وبتحب الديزاين وتحب هاي الاشياء بس انت قلت انه الديزاين ما بيطعمي خبز ورحت مثلا درست هندسة فشو دائما في هاي الديليما اللي بيحكوا فيها دائما بالمجتمع انه انت درس هندسة وخليك عم تشتغل لحالك تعلم لحالك ديزاين طب ماشي هاد الشي بجوز كان بيزبط قبل عشر سنين بس هلا بهذا يعني هاد الوقت انه انت ما لك مضطر تعمل هيك انت فيك تفوت ديزاين وفيك تكون عم تشتغل بالفول تايم لانه انت بتفكر انه اي خلاص هيك رح اعمل بس انت وان صرت بالهندسة انت ما عد عندك وقت تاني تروح تشتغل فيها شغلات اللي انت عن جد بتحبها عرفت وصار كل المحيط طبعك هو الطلاب يلي هنن بالجامعة بيشتغلوا هندسة فكل الـ event اللي عم تنعزم عليها العلاقة بالهندسة كل الفرص تطوع اللي عم تجيك بعدين بس لا يصير على سيفيتك انه انت خريج هندسة فكل فرص العمل اللي حتجيك هندسة فانت بتفوت انه انا حكون عم بيشتغل على two path بس انت بالاخير بتنتهي بي path 1 فمشان هيك انه حتى هذا الاختيار هو انه دي يكون انه انت شي بتحبه هلا نحكي على فكرة الشغف اللي انت سألتني فيها يعني ليش رجعت في هاد انه حكيت على expander على هاي الفكرة في سلسلة على expander اسمه خدعوك فقالو تمام تكلم على اي طيب السلسلة دي خدعوك فقالو على هي فكرة انه اشياء كتير بيحكوا فيها انه تريند على السوشال ميديا ومثل صارت هيك انه standards بس هي بالحقيقة هي ما لا ما لا مثل ما بينحكي عليها يعني حكيت على خدعوك فقالو تدريب بشهادة معتمدة خدعوك فقالو الحق شغفك خدعوك فقالو شو كمان من فترة بسيت والله شو كان بقية هي بس هي واحدة منهم كانت انه خدعوك فقالو الحق شغفك انه نحنا يعني بلشت هاي فكرة الpassion والشغف تنتشر ما بعرفك كان 5-7 سنين مزبوط على فكرة انه لا انه كيف يعني عم تشتغل هاد الشي وانت ما بتحبه انه لا انت لازم تكون عم تشتغل بالشي اللي هو كتير انت بس انت اليوم اذا بتسأل انه انه شو يعني يعني انت اليوم مثلا انت مثلا كعمر انت كل يوم الصبح بتفيق وبتقول انه اليوم انا كتير بانه حاكي العالم للضيوف اللي حيجوا لعنا وعمل المطلوبة مني وانه لا انه هاي الشغلات كتير ما حدا كل يوم بفيق هو باشنات لدوام 9-5 اللي هو بيشتغله انا كد عشان بس المانجر بتفترك علي ما كان بصير اعطيك مثال بس انه هي بالاخير انه ما في حدا والله انا شغوف انه انا كون محاسب وكل يوم افتح الاكسل وينضربوا عيوني من شغل الارقام في اشياء هو انت ما لك بانه انت تعمل هاي التاسك انت اكيد هو الشغف وبالاخير عامل مهم انك انت يكون واحد من العوامل اللي تختار فيها تخصوصك بس بالاخير الشغف هو شعور يعني مثل ما بيقولوا انه اذا اتنين حبوا بعض اللي بعدين لانه هاي مشاعر متغيرة مثل اي مشاعر المراهقين فهو نفس الشي الشغف الشغف هو شعور هو بيروح و بيجي فانت ما بيصير يكون مية بالمية من قرارك معتمد على هاد الشعور انه مثلا احنا اليوم لما مثلا منشوف جريز اناتومي كلاتنا منصير انه يا الله ادي حلو شغل الاطباء ادي حلو انه انا لابس اللاب كوت وانقذ حياة العالم فهو انت ممكن تخدعك عقلك انه انا والله كتير شغوف في شغل الطب بس هو مو هي الحقيقة يعني هي هي مشاعر فالشغف هو عامل مهم ولكن العوامل الثانية اللي كنا عم نحكي فيها هي كمان عوامل مهم يعني انك انت تكون عم تجرب حالك عم تستكشف الاشياء اللي انت لازم تعملها عم تروح تختلط بالمجتمعات اللي هي دارسة هذا التخصص تفهم شو الكرير اللي عملوه كمان واحدة من الاشياء المهمة انه انت تروح تشوف شو الكرير متوقع اليك بعد ما تتخرج من هذا المكان يعني في مرة طالب عمل معي جلسة ارشادية اللي هو انو انا كتير جعبالي ادرس industrial engineering حلو شو بتعرف عنا هيك هيك طب انو انت بتتخرج من هاد الشي شو لا شو بتتوظف فما كان في جواب انو ما بعرف بس انا اللي بعرفه انو حكون بهدول الخمسة سنين عم بدرس شغلة انا حاببة طيب ماشي بس انو بالاخير هاي الشغلة اللي حاببة اذا بعدين ما جابت لك مصاري انت حتبطها لحاببة فكمان فكرة انو استكشف فرص العمل المتاحة الي فهي هاي على فكرة الشغل في الغرب مزبوطة يعني فكرة ان الناس اصلا بتبقى ان هي تعرف التخصص بالديتيلز بتاعته بالكورسيز مثلا بتاعتها او تروح حتى تسأل حتى دارس التخصص بس بيغيب تماما عن الذهن فكرة انا ما بعض التخرج ايه فرصها ممكن حتى فرصها في المدينة اللي عايش فيها او في الدولة او في العالم او كمان فكرة مواكبة بقى التكنولوجيا والعصر الاخير اللي احنا عايشين فيه اللي هو اصلا الوظيفة دي هل هي نفس مكان استاذ مثلا عبدالله ولا محمد اللي انا بسأله اللي هو عنده مثلا 30 او 40 سنة كان بيشتغلها وبيديني من الانتعالي بتاعته ولا هل هي اصلا مع تطور مثلا AI والتكنولوجيا والعصر والفور بوينت زيرو الاخير هل هيبقى ليها مختلف السوق وفرص ثانية مختلفة وعملة ازاي لازم لاحظ برضو ايه يبص اكتر للفكرة دي بشكل اساسي الوقت بس حضرك قلتي ان فكرة ان الشغف هو شعور مش ان هو حاجة يبنى عليها قرار ان احنا الطلاب في المرحلة دي بالذات انا فاكر فترة السنوية او فترة حتى ما بعد السنوي في الاشهر اللي بنقدم فيها على الجامعة كان الواحد كل ما بيروح يتكلم مع حد في تخصصه مثلا هو بيحب التخصص بتاعه وبيحب شغله بيبقى عايز يشتغل ده يعني مثلا انا روح تكلم مع واحد بدرس هندسة هندس مثلا كمبيوتر وكلمني عن البرمجة وقد ايه متعة ان انت تبقعد وتعلم حاجة جديدة وتعمل ده مع ده وتتعلم الكود ده وتكتب اله تيم اللي وتعمل له سي اس اس فان خلاص خرجت من القعدة دي انا شغل فيه برمجة انا خلاص انا بعد كده خلاص هلبس بقى روح بقى اشتري النهاردة من اي محل الكابيشون ده واقفل على نفسي في القوضة ولابتوب ومبرمج اه بالزبط وحل ما هي تبقى جيب اللابتوب اللي هو زريره بتنور ده فخلاص انا مبرمج بعد كده خلصت وزي ما قلتي هنشوف مثلا برنامج بتاع دكتور وطب ايه ده يا دكتور يا كلمة دكتور فبقى مزبوط فبيبقى الموضوع مشاعريا اكتر من كده من ان هو مبني على فعلا ان انا اعمل ريسيرش اساسي في الحاجة اللي انا حبيبها واتخصص فيها طيب انت في فترة في مرحواتي للسانوية هل في حاجات اكتر عملتها بحيث انها تحببك اكتر في التخصص لان فيه ناس ممكن مسلا خلاص اخترت التخصص بتاعنا انا هدرس مثلا كزا بناء على ريسيرش ممكن كورسز او انهم مساءلوا حد او شافوا لسوء العمل عامل ازاي او والاخير بالبروزيس اللي عدت فيها اللي كلامنا عليها من شوية في خلال مرحلة الجامعة احكي لنا مرحلتك الجامعية كانت عاملة ازاي وقضتها ازاي وحبة حتى للناس تتعلم ازاي في مرحلات الجامعة من مثلا حاجات يديفلوب دمسيربز فيها او يشاركوا في تجاروب فيها او الكميونيتي هناك يعني عملت ازاي هلأ مثل ما قلت لك انا لما دخلت الجامعة ما كنت يعني حابة او ما كان عندي مشاعر كنت كتير حيادية انه لا لي حاببته ولا لي كرهنته بس اللي صار هو انه انه لما اول فصل حسيت انه او انا عم بشتغل صاف فهي هاي اللي عطتني البوش انه او لأ انا بدي ضل محافظة على هذا المستوى اللي انا دخلت فيه فالشي اللي انا يمكن ما كنت بعرفة عن حالي من قبل انه انا نيرد فانا صرت بالجامعة نيرد عن جد كتير ولما صرت اكتشف انه انا هدول الشغلات بحبهم فصرت روح اتوسع بالشغلات اللي انا حاببتها يعني مثلا ندرس شي عن نظريات الادارة روح انا اقرأ شي برا ونزل عجروب الجامعة انه شوفوا وهاي فانا شوية كنت هاي الطالبة المزعجة اللي انه مسلا اذا الدكتورة تأخرت فلا انا بدي ضل قعدة باللوقعة عم بستناها انا عم بقيت دول اكتر ناس مفيدين وقت الامتحناتي طبعا كان عندي مشكلة تانية اني مبنئة اه ايوة يعني بعض منهم طبعا غلط ان احنا هنغسل بقفة انا الصورة البريانية لك انه انت الطالب الشاطر وتصير حتى بينك وبين حالك انه لا انا انا الطالبة الشاطرة لازم نكون عم بدرس هاي انه انا دفتري هو الدفتر اللي بيتاخد بعدين قبل الفحص بيتصور وهايك وكذا فهذا الشي كان سببه لانه انا عم جد حبيت الشي اللي عم بدرسه يعني هو شي انا عم جد ما كنت بعرف عنه ابدا يعني انا بالنسبة ايلي هذا عالم البزنس كان عالم ما منقبل يعني دارسي او شي الشي اللي كنت بعرف عنه هو من جلسات العيل انه لما مثلا اخوالي او هيك انه يحكو لنا على انه مثلا انا موظف بهاي الشركة فهيك منشتغل هيك منعمل هاي فانا لما دخلت حسيت انه اه انا هاد الشي اللي كتير حاببته ولانه هو عن جد ما بعرف زي بس بالنسبة بس هو هاي الاشياء اللي انت بدرسها بالبزنس خصوص خلينا وانحنا ما منعرف انه ان كان كادارة او كفايننس او كاكاونتينج او هيك فهذا الشي اللي كان كتير مساعدني انه عن جد تكمل وانا كتير مبسوطة وانا بس يعني بس لك كمان نوضح شغلة انه النيرد بالجامعة هو مضرور الشخص اللي هو كل وقت عم يدرس يعني كنت مثلي مثل كل العالم بدرس قبل الفحص بيومين بس لانه شوي شوي بلشت اتعلم عن حالي كيف بعرف قدرس صح طب ازاي وصلتي مع حالي يعني في الناس كتير يعني بتفهمش هي قادرة ان هي تذكر ازاي لان هي مش عارفة تعمل اي يعني فيه لان كل شخص بيبقى لي حاجة خاصة به او طريقة خاصة به بيرتح بها المذاكرة في ناس مثلا بيبقى عندهم بيحب لحيات الفيديوهات اكتر فبتفرج على الفيديوهات اكتر في ناس لا انا عايز حد دي يجي يشرح لي في ناس تقول لك لا انا هاخد نوتس مع المحاضر وهارجع اذاكرها في ناس تقول لك لا انا هقرأ من المرجع ذات نفسه يعني ازاي لقيت الشخص يعني احسن طريقة ليكي في المذاكرة هلأ ما يعني ما كان هو براسي انه انا بدي لاي احسن طريقة هي الشغلات صارت يعني هيك انه بطريقة عشوائية شوي بس اللي هو انه انا عن جد جربت كل الطرق من دون ما حس لوقت ما لقيت شو الطريقة المناسبة يعني انا بعدين اكتشفت انه انا شخص سمعي وحسي هو ما بعرف كمان اذا صح هدول الشياء من اللي انا بذمناتي درستهم بالن البي انه فيه اشخاص حسية وسمعية وبصرية وما بعرف شو الرابع فهي انه انا اكتشفت انه انا سمعية وحسية فانا حضور المحاضرة بالنسبة لي هو نص الدراسة انه انا عادت مع الدكتور واخدته وعطيت وسمعت شو عم يقول والامثلة وكتبت معه ولما بدي ادرس قبل الفحص هو كتير انا يعني بيعلى المعلومة باخليه بالكتابة فانا الهلا ما بقدر احضر اي شي حتى لو كورس انلاين حتى لو هاي كورشة هاي او مثلا اجتماع مع حدا ما بقدر انه الا ما يكون فيه بأيدي فيه ألم وورد نازل نوت اه فهي الفكرة بس انه انا تعلمت كيف يعني لقيت طريقة الانسبة يعني مثلا بتذكر ايام ما كتب المدرسة كانت اختي كتير بتدرس بالالوان انه الهايلايتر وهي الكلمة يعني معناتها الى شي بالصفحة التانية واللون الاصفر يعني هيك وبتحط استيكي نوت فانا كنت كتير قلدة بهذا الشي اختيلي اكبر مني بس عندما كتشفت انه انا شخص ابدا مالي بصري فانا موضوع الالوان ما بيفرق معي يعني بالنسبة بس شكل حلو تعودت علي من افتك تمام فهي مو الشغلة انه انه انت بدك تجرب كتير شغلات لحتى تلاقي الشغلة اللي عم تجيب نتيجة فانا مثلا لما كنت بالفحص مثلا في شغلة انساها اتذكر انا وين كعتبت بالدفتر تبعي حتى لو كانت نوت كلمتين فبتذكر المعلومة بجوز شخص تاني بتذكر شو اللون اللي كانت مكتوبة في الكلمة يعني فبتذكر الواحد يجرب يعني ما هي ما في طريقة واحد اثنين ثلاثة او على الاقل انا ما بعرف شو هي الطريقة اللي واحد اثنين ثلاثة بس هي انه انا تعلمت كيف بدي ادرس مضبوط الشغلة الثانية اللي بصراحة كتير ساعدتني بموضوع الجامعة انا دراستي كانت بالانجليزي وكنت دراست لا خلص انا تماما هي واخدت العلم بالترمز الصحيحة طبعا انه البزنس هو علم بالانجليزي يعني احنا ما في شي من قبل بالعالم العربي انه حاكي والله عن الادارة او هيك الا لشي كتير مؤخرا لكن العلم الاصلي اللي هو فليب كوتلر وهيك والماركتين دول الاشياء كلاته بالانجليزي فهذا الشي كان كتير مساعدني فهي كمان دقما شغلة بركز عليها انه الشخص اللي بده يتوسع بشي علم هو حابب يتعلم ولازم يكون بيعرف انجليزي هلا اذا هو حدا عم يدرس بتركيا فهو غالبا هاي لسك ما حد تفيد ولكن حتى الاشخاص اللي بده تدرس بالتركي او بده تدرس بلغة تانية اذا مسافر عالمانيا انا برأي الانجليزي هي شي لازم يكون عندك هاي لانه ما عندك هاي اللغة انت ما رح تقدر تاخد العلم من مصادر الصحيحة ونحنا اليوم يعني ما نكذب حالنا اي عالم ندرس مصدره الاساسي هو المصادر الانجليزية كتوب وريسيرش واشياء فهي واحدة من الاشياء اللي كتير ساعدتني كمان بموضوع الجامعة والشغلة الثالثة هو انه من لما دخلت على الجامعة انا قررت انه انا بدي حط حالي بال الكميونيتي وورك انه انا كنت دائما يعني حتى الفئات كانوا يضحكون انا دائما بس لاخلص دوام الجامعة خلص المحاضرات اللي علينا انه اللجين اكيد عندها شي فعالية انه بدي روح يا اما احضر شي يا اما كنت مسلا اطوع مع عالم يا اما هيك هاد الشي كتير ساعدني لانه صرت مثل انه فتت سوق العمل من دون ما فوت سوق العمل انه بلاشت افهم شو عم يصير برا الجامعة شو عم بالعالم بجروبات الشغل بلاشت يصير عندي خبرة يعني متذكر اول فرصة التطوع وحصلت عليها كان مع جروب بيشتغلوا على تعزيز فكرة الـ انه كان بوقتها اول ما لطالع كورسيرا وهيك هالحديث 2014 يعني اول ما انتشر كورسيرا خليون بالعالم العربي مو اول ما طالع كورسيرا فحاكوني انه انه شفناكي انه انت بتعطي تيبس هيك للرفقاتك هيا كانت هاي شغلات انا لانه حدا بيحب كتير يحكي عن شغلات اللي بيتعلم عليها واللي هو اخر شي طلع اكسباندر بس هو كنت انه لما حدا يسألني شي بالسوشيال ميديا انه هيك بتصير وهيك بتنعمل فالفي فيسبوك وكان في معنى كونسولتان جايبين وانه بس هيك يعني تشك الاصاص من بره فكنت انا هيك كات ببوست مطول انه لحتى نبلش بالصفحة لازم نحط صورة البرفايل هيك ونبلش نحط السلوغن هيك وما بعرف شو هاي هذا الحديث كنت سنة ثانية يمكن امذكر لهلا احطى اللي اللي انا من زمان كتير ما سمعت حدا بيحكي بهاي البروفيشنال اللي اللي انا لازم اجتمع فيك فهذا الشخص بعده هو اول حدا كنت يعني بعده صرت سنة رابعة كان هو اول حدا عطاني فرصة شغل اجح كان سنة رابعة اللي انا عم بعمل ايجنسي وبدي اياك تكوني معنا فحتى بعدين الشغل اللي بعده اخدته كان بسبب نتورك انا عاملته بالجامع انه كله بيقول انه بيفكر انه انا ما رح الاقي شغل غير لاتخرج بينما هي عملية البحث عن العمل هي عملية بتبلش من انت وبالشغل انه انت بدك تبلش مثل تبني البراند انه شوفوني انا هون انه انا شخص فهيم وبفهم بهاي القصة وبفهم بهاي القصة فبصير انت العالم انه انا بتذكر الشغلة اللي بعدين اشتغلت 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 بسوريا لالسستمز يعني بقلب الاتي فهو تماما بالشي اللي انا درسته بتذكر وقت المدير قال لي انه تخرجي وتعالي عنه فهو انا هات تماما اللي عملته لانه كان يجي يعمل وركشوب عننا بالجامة بس لانه انا او احكي وشارك ويسألني اي مثلا بعرف هاد الشخص من هاد المكان فهي هاي عمليات بناء النتورك ان العالم بتفكر انه هي لكجيري انه اي والله انا عندي نتورك لا هاي النتورك لو انت ما عندك ياها عن جد بهذا الوقت او هاد الشي من زمان يعني هاد الشي دائما بيقولو لك يا الاشخاص اللي بيكونوا بيشتغلوا بمجال الريكروتمنت والأتش آر انه هو خدع هو بالاخير الشغل بيتاخذ عن طريق النتورك يعني كتير نسبة قليلة من الاشخاص بتحصل على الشغل بانك انت طلع شفت النتورك قدمت سيفيتك واجهو اخذوك هو غالبا هي نتورك انا خبرت هاد وبعرف هاد انه هو مناسب لهاد الشغل وجبته يعني في معظم الاخر العمل التطوعي او يعني فكرة ان انت تشارك في فعاليات ويبقى تعرف ناس كتير بتفيدك في كذا حاجة على كذا المستوي يعني في الاخر فكرة ان انا اصلا بعمل حاجة بفيد فيها الناس الحوالي بمعلومة اصلا بتخسل واحد من جوه كده بتثبت المعلومة جوه دماغه وفي نفس الوقت بتحسسه انه اه لا انا بعمل حاجة بتأد فاليو اللي انا عايش فيه فبالتالي بحس ان انا لا لا هي قيمة لا هي حاجة بقدمها للناس والنتوركينج اللي بيتعامل ده هو بيديك في الاخر برضو مساحة في العمل التطوعي ان انت تجرب يعني في الاخر لما تجي تروح شركة هيقول لك طبع انت ايه بتاعتك ايه طبعا انا ما عنديش بس انت في فترة الجامعة اصلا جربت واشتركت في مختلفة وكان عندك مساحة ان انت تجرب وتغلط وتتعلم وتاخد من حد اكبر منك وتطور في مهاراتك وكده هتبقى متخرج من الجامعة اصلا قريدي عندك شغل سواء من بتاعك او من اللي انت لقيتها في وسط الجامعة اللي مش هتلاقيها في مساحة العمل لما تروح شركة مش هيكون في مساحة بقى ان انت تغلب وتجرب وتعدي فصاحب العمل انه انت بدك تقدم لي شي تاخد اما انت هي واحدة من الشغلات لأفكار اللي حكيت عننا بالورشة الاخيرة انه انت العمل تطوع متل ما قالت بيعطيك فرصة انه انت تجرب لانه انت اساسا التوقعات منك ما لك كتير مرتفعة انت جاي تطوع بوقتك فانت هاد المكان المناسب انك تاخد خبرة وتخطأ يعني مو تخطأ لأخطأ الكبيرة بس لكن مثل ما قالت انه شوف شو الشي اللي بيزبط معك فانا هدول التبس اللي بقولن انه انت لحتى تكتشف شو الشي اللي بتحبه انه انت تعمل هيك هيك هي الشغلات اللي انا عن جد عملتها وبس عملتها انه هيك صارت معي ميراندوم وعن طريق الصدفة فانه يعني بوقتها يمكن كنت تقول انه انه ياريت لو اجا حدا قالي لازم تعملي واحد نين ثلاثة بس انه الحمد لانه زبطت معي القصص هيك انه فتت على متطوع بكير بلشت ابني بطريقة يعني مزبوطة نوعا ما اشتغلت على لغتي مثلا اشتغلت على انه اتعلم كيف لازم اتعلم فهي الشغلات كلها ساعدتني لحتى اكتشف شو الشغلات اللي بحبه والليه مو بس اختيار التخصص يعني اوكي انا درست بزنس بس انا بعدين انه حتى دائما بحكي عن هاي شغلة على اكسباندر انه هو فيه الجوب وفيه الكارير وفيه اللايف ميشن فهو انت لحتى تعرف تكتشف هدول الشغلات هي مو بس يعني هو الموضوع يمكن بيبلش بالتخصص ولكن هو الشغلات بتضل مستمرة يعني انت برحلة غير منتهية لتكتشف شو الشي اللي انت بدك تعمله بهاي الحياة فهي القصة ما بتنتهي يعني انا اليوم ما بقولن انا خلاص عرفت شو هي خلاص الشغلة اللي بدي اعملها بحياتي انا عم بكتشف عم بمشي وتعلم واكتشف فهو هيك نفس الشي يعني مش هانك بقول انه هو بالاخير اذا انت خطرت التخصص الغلط هي ما لنهاية العالم هو بس الهدف انه انت ما تكون عم تروح من سنين عمرك عالفاضي فانه اذا كان في قدامك خيار انه هالخمس سنين تبع الجامعة ما تروح عالفاضي وانه ما تستثمر بوقتك بطريقة غلط فهو هاد اكيد الشي يكون الصح يعني طيب يحكينا اكتر عن فكرة الجوب والكارير واللايف ماشن يعني مش الثلاثة المفوض مالاني يكون مع بعض اه هنن مشتغلين مع بعض ولكن هنن اوقات يعني المحظوظ الشخص اللي كتير حياته المثالية هو اللي بيكون بيشتغل الثلاثة بيكونوا نفسه نفسه اه الجوب هو الشي يلي بيخليك ما تموت من الجوع يلي بيخليك تدفع فواتيرك بآخر الشهر فممكن كتير انه يكون هاد الشي هو شي انت لسه ما يعني ما بتحبه ما لك مبسوط فيه هاد الشي عادي يعني خصوصي هاد الشي ممكن يصير معك بالمرحلة اللي انت مثلا عم تغير التخصصك انه والله انا مثلا كنت مهندس وعم مجرب اشتغل شي تاني فانا بهاي الفترة ما بقدر والله فورا نروح احمل حالي وروح والله اللهم انا بدي يصير ماركيتير وانت ما عندك خبرة ما حدا حيوصفك فانت بهاي المرحلة الجوب تبعك هيكون الهندسة لانه هاد الشي اللي هيأمل لك مصدر رزق وبالمكان التاني هتكون عم تطور حالك مسلا بشي العلاقة بالماركيتينج لحتتبلش العالم تقدر انه توصفك فالجوب هو الشي اللي يخليك تضمن انه انت عندك دخل سعب تخلي نقول الكارير هو مسارك المهني واللي هو انت بتقرر شو هو اللابل تابعه يعني في مرة تيت توك كمان حكيت عنه على اسمه The Squiggling Career واللي هو السبيكر تابعه كمان عنده كتاب بنفس الاسم The Squiggle Squiggle يعني شو هي انه مو مستقيم ايو زجزا زجزا فانه هي انه ما في يعني من عشر او ما عرف من 15 سنة كان الكارير هو انت طبيب مهندس محامي تجارة يعني اشياء ثابتة بس اليوم انت قدامك عدد لا محدود من المصادر التعليمية وعدد لا محدود من المهان ومن الفرص فما تقول انا هيك كاريري كل انسان بقدر يعمل his own combination for his career يعني اليوم انا مثلا اذا بدي اعطي مثال على حالي انه انا خريجة بزنس بشيء له علاقة بالريادة والتعليم عملت لشيء له علاقة باختيار التخصص والموارد التعليمية فانا اليوم اذا انا كان بدي انظر لهذا الشيء لما انا كان فوت على جامعة انا اليوم اذا اذا ادارس business ما كان الكارير التابعي او حتى انا اول ما بلشت اشتغلت project management ب IT department بعدين اشتغلت product management كان الكارير تابعي ممكن يروح بعدة ماكن ثانية بس انا لانه عندي هذا العلاقة بالتعليم واللي هو المشن تابعي لانه كمان لانا نحكي هلا عن المشن لانا بحس انه هي المشن تابعي فانا اقدرت لقي هذا المناسب الي انا اليوم بشتغل بشي الو علاقة بالتعليم والتعليم والتعليم والتربية الطفل فكل حاجة بدأت تخدم على تانية فهم البزنس من جميع جوانبه والمؤسسسية وانا ازاي تدري الموضوع كويس كله هاد الشي بدأ يجمع على بعضه لما انت بتكون عن جد عرفان انه انه دائما العالم بتفكر انه انا حامشي وانا بعرف شو هي نهاية هذا الطريق هو اغلب الوقت لا يعني انا لما بلشت مثلا انه والله عم بشتغل مانجمنت وبعدين مثلا صرت مهتمة اكتر بهذا الموضوع فعملت البي ام بي فانه انا كنت بس هيك انه عم بلحق شو الشغلات اللي بحب وهي واحدة من الشغلات اللي مؤخرا حسيت انه مزبوطة كنت عم بقرأ كتاب اسمه you can't be everything لا شو كان اسمه حكيت عنه فترة اكسباندر نسيت شو هلأ الكتاب بيكلم علي كيف تكون كيف تكون كل شي فعم تحكي الكاتبة والكاتبة كمان عند تيت توك كتير مشهور اسمه how to find your true call انه كيف تلاقي ندائك الحقيقي بالحياة وهي صاحبة اللي اطلقت تيرم اسمه multi potentialist او الشخص متعدد للقدرات وهو هاد الشي اللي انا صرت عم حسنه نحنا كلياتنا يعني لما حكيت هاد تيت توك ما عرف من كم سنة كان كان انه هدول الاشخاص من الاشخاص قليلة بينما انا هلا عم حسن العكس ونحنا كلياتنا عقد ما عم نتعرض لأكسبوجر كلياتنا عنا كتير شغلات تحبي نعملها فأنا اليوم بحس انه بدي كون 100 شغلة وهذا الشي مو غلط انه لا بالعكس انت الشي اللي اقنعونا فيه انه انت لازم يكون فيه عندك شغلة واحدة بالحياة هو الشي اللي ما عد بيزبط مع هذا الكنتكس اللي احنا عايش انت فيك تكون كتير شغلات انت فيك تكون الصبح عم تشتغل شي وبنفس الوقت مثلا عندك فريلانس جوب بتعمل هاي الشغلة بتساعد تطوعي بموضوع تاني فهذا الكمبينايشن نرجع على فكريت انه هذا الكمبينايشن انت بدك تعرف كيف تلاقي الكثير المناسب الكمبينايشن المناسب لك يعني مثلا وقات بيكون بالجلسات الإرشادية انه بتحكي طالبة كتير كانت عن حالة بعدين فجأة قاتلي ايه وانه شغلة انه عندي صفحة برسم وبيع لوحات انه هاي شغلة هي شغلة بسيطة هي شغلة عن جد اذا انت عرفت انه الطورية وتستسمرية هي شغلة ممكن تفوت بكاريرك بشكل مباشر يعني حتى لو مثلا انت درست شي ما له علاقة مثلا كانت عم تقولي انه اجعب علي ادرس صيد اللي وتبقى اسنان وهايك فانت اذا عرفت مثلا تدمج هدول الشغلتين مع بعض ممكن تعمل شي وما شي من قبل نعمل صحي حتى لو انا افتح صيد رائع ممكن اعمل الديزاين بتاعها كله وارسمها كلها بحيس انها تبقى خاصة دقيقة عليها فتبقى في وسط الاندستري كلها وفكرة تغيير المنتالي عموما فكرة انها هنتعلم شي من كل شي يعني في كتاب الاب الغني والاب الفقير الكيوسي بتكلم فكرة انها في الاخر انك لازم تعرف شي عن كل شي وتعرف كل شي عن شي واحد دلوقتي اصلا انت تكون تعرف شغلة عن كل شغلة فهي بتبدأ من تغيير المنتالي بتاعتك بحيس مشارط تكون انت متربي في اسرة غنية فحشة الغناء ومكملة عشان تبقى رائد اعمال ناجح وبتاخد الرزق ومكملة عادي لا بالعكس بتبدأ من التعريم والبروست اللي انت بتعملها وفي الفترة الاخيرة المجتمع بقى منفتح جدا ان انا اتعلم كل شي عن كذا شي اصلا وبقى كل حاجة مرتبطة ببعضها فبنرجع على نفس الفكرة اللي حضريك قلت ايها ان انت يبقى عندك مختلفة في كذا مجال بقت اكتر في المجتمع الفترة دي بس هل مش شايف ان ده ممكن يشتت الانسان فان هو ما يلاقيش يقدر يعمل ايه بالزبط ولا شايف ان ده ممكن يقوي اكتر ان هو يختار تخصص معين فيستخدم الاسكازر بتاعته كلها من خلال التخصص ده هلأ هو انه شتت الانسان بحس نحن احنا مشتتين يعني هلأ من فترة انه كل ما للايف سبان او درجة دائرة التركيز تبعنا عم تقل يعني مسلا هلأ انه بارحكت عم شوف انه ازا بدك الشخص يضل عم يشوف الفيديو تبعك على التخصص فانت لازم تغير كل ثانتين انه اكتر من هيك ما يفقد السنكيز وبيسرح وخلاص ايه وانحنا كلنا هتنهلأ مشتتين ان كان بهذا المعنى الحرفي او بالمعنى العام انه كترة الموارد التعليمية هي وقات عم تكون شغلة سيئة اكتر ما تكون شغلة منيحة وهذا الشي اللي انا برجع بحس انه لهذا السبب انت ضروري يكون عندك حدا عم يساعدك انه شو مسارك التعليمي انت بالاخير ما فيك تضل قاعد عم تشمع شهادات من كورسات اون لان كلاتنا اليوم نقدر نفوت على كورسيرا ونضل عم ناخد كورسات ونجمع وبعدين انت شو ليش عم تعمل هاد الشي انه بالاخير هاد الكورس اذا انت ما نعكس بطريقة صح على المسار التعليمي اللي انت عم تشغله فانت عم تضيع وقتك فهو ايه اكيد نحنا عم نتشتت ولكن اذا كنت عارفان تستغل هاي الموارد اللي حواليك صح ان كان لانك انت عم تعرف تدير نفسك وتدير وقتك صح او ان كان بمساعدة شخص تاني فلا هو ما له تشتد قد ما هو انه انت عم توسع مداركك يعني واحدة من الشغلات كمان اللي حكيتها الكاتبة بهذا الكتاب تبع how to be everything انه في نوعين من المسارات المهنية بالعودة الشاقولي صح لا الافقي والعامودي والعامودي والافقي نفسه الافقي والعامودي الافقي اللي هو انه انت تخرجت قانون مثلا وصرت محامي العامودي اللي هو انه كنت محامي حبيت المحامة فترة بعدين غيرت صرت مهتم اكتر مثلا تقريع عن الموسيقى بعدين اهتمت اكتر مثلا تتعلم عن فهدول الاشياء كله انت كل فترة عم تحب شغلة وهذا الشيء ما له غلط يعني هو نحنا نقنعون انه انه ما بتعرف تحط راسك بشغلة واحدة خاص ما بتركز بس هو عادي انه انا كل فترة يكون في عندي شغلة حابة انه اتعلم وروح فيها اللي بتدي ها انه هن لقما الارجومنت اللي بتتاخذ على هاد الشخص على الابداع انه انا اليوم اذا ما لي خبير بالديزاين مو معناتها انه الديزاينات اللي بعمله هي مالة منيحة اذا انا ما لي خبير بالويب مالة معناتها انه الويب سايت اللي بشتغل هي مالة ويب سايت حلوة ومالة ويب سايت فونكشنين و افشن وتمام فهو نحنا ليش لازم منفضل انه انا لازم يكون عندي خبرة خمس سنين لحتى يكون الابت اللي عم بعمله منيح بينما انا اذا عندي خبرة اقل بس عندي الكافي فلا انا بجوز الابت تبعي يكون نفس الابت اللي عم يطلع الشخص الخبيل طبعا برجع بحكي هاي الشغلات لان كمان ما يتاخذ الشي على صياق عام انه هاي الشغلات بالاشياء باندستريز معينة يعني ما فينا احكي هات الشي على الطب مثلا ما في اقول والله انا بدي طبيب هاوي يجي يفتح لي بطني ويقرر يعمل لي العملية هاي شغلات اكيد اساسي فيها الخبرة واساسي فيها النسار التعليمي واساسي فيها التعليم الاكاديمي الصحيح ولكن بالاشياء التانية اللي هي خليني اقول الاغلبية لأ انا اليوم فين يكون عم جرب كتير شغلات وما ضروري يكون اخبار حدفية مش شرطة اصلا ان انا يعني عرفت سكل معينة وبدأت ان انا اتعلم فيها واخد كورس فيها ان انا هكمل كاريري في نفس الحاجة دي هي حاجة فترة عبرة وماشي يعني انا هرجح ماركتنج مانجر فاهم ماركتنج مسلا عموما فاهم براندنج وفاهم اصلا قادر ان هو يحط ستراتيجيز للماركتنج هرجح ده ان هو سوء في الكارير ده ولا ممكن هرجح ماركتنج مانجر يكون فاهم شوية عن بتاع كل ومسلا بلاتفورم بيكون فاهم شوية عن بشكل اساسي كدزاين وكبرسونا وان هو لازم كل حاجة تبقى متأقلمة مع ده وعارف شوية من الويب بفكرة ان هو يدير فريق كويس يعمل مثلا اي ويب سايت ناجح وفاهم شوية في الكونتينت عشان يقدر ان هو يوجه الفريق بتاع الكونتينت اللي تحتو بشكل صح وشوية في الارت عشان يقدر ان هو يزبط الفيديوهات ويقدر ان هو يدير ايه فريق ناجح المخرجين انا هرجح مثال زي ده هو عارف كل حاجة يعني بس هو قادر ان هو يرسم صورة نهائية اخيرة من قبل ما يبدأ بيقدر اتنين ناجح هجيب ده اللي هو تشتت في حياته وتعلم هجيب بس واحد في ماركتينج عموما ممكن ديجتال ماركتينج بس اصدا وقدر يدير مثلا بشوية ميديا مختلف فمش شرط ان انا اكون اكسبورت في كل حاجة بس ايه قادر احط ال هاي وهي البسان اللي انت قلته تماما هو كتير مفيد للاشخاص اللي بدأ تفوت برولز الجونيور اول ما بدأت تفوت على سوق العمل انه انا ايه لاشياء لشخص هلأ داخل اكيد بفضل هاد الشخص انه تعال انت استلم القصة متل ما قلت من عدة وفهمني كيف احسن افضل للشغل من انه انا اجيب حدا بخبرة كبيرة بس هو بيفهم شغلة واحدة بيفهم بس مثلا ايميل ماركتينج انه لا انا مو هاتش بالاخير اللي بدية بس مع الوقت بتصير كمان صاحب العمل للاشياء السينير لا بفضل الشخص المتخصص لانه هو بيعرف يشوف القصص من امان مكان صحيح فكمان هاي واحدة من الشغلات اللي مبارح حقيت عنه انه انت ببداية مسارك المهني او لما انت عم تدور على فرص عمل الاتيتيود والسلوك تبعك والشغلات اللي انت بتعرفها اهم من قديش انت عندك خبرة وشو معك شهدات للمراحل الجونيورز انا اليوم كصاحب عمل انا هاتش اتمنيت لو حدا قل لي اول ما بلشت على سوق العمل اهلا صارلي تقريبا سبع سنين بسوق العمل وصرت بمكان انا بقابل العالم فانه دائما عن جد الشي اللي بيفرق بين الشخص اللي بيفوت على الفريق ولي بيعمل امباكت وبين الشخص اللي انت بتحس انه ما له كتير عرفان شو عم يعمل هو انه عنده اتتتود انه انا عرفان كيف اتعلم انه اليوم انت كشخص صاحب عمل كل شي انت اليوم تقدر تقول انه بقدر علمه له هاتش شخص خلص حتى لو بيكفي انه يكون عنده الاتتتود المناسب انه يتعلم انا بعرف علمه ما بيعرف مثلا كيف يدير بلاتفورمز انا رح علمه كيف يدير بلاتفورمز بشوية شغل بيعرف كيف ما بيعرف يكتب كونتنت ممكن شوي نتساعد اذا هو عنده التالنت انه هو يلاقيه بس اذا ما كيف بتبعته الفيديو لعند الفيديو فاذا ما عندك هذا الفضول انه انت تتعلم كل هاي الشغلات كتير هيصير سهل انك انت تكون وهاي الشغلة الكتير اللي عم تخوي في يعني انت ما في ضاعة تستعلم الاي يستبد لك انت اي حدا مجدد دلوقتي صحيح رجوع الفكرة بقى الفرقة ما بينها وما بين الكريير والجوب هي القضية الحياة اللي انت بتحس انه انت بدك تشتغل مش هانا ممكن هاي القضية تكون قضية يعني قضية انسانية ممكن تكون فئة عمرية انت بتحس انت بدك تساعد فهي هاي انت ما بدروري تكون عم تشتغل عليها بشكل مباشر انت ممكن تكون عم تشتغل عليها من خلال الكريير والجوب يعني مثلا في رفيقتي اسمها صباح اللي هي عندها مشروع روح اذا بتعرفوها مشهورة هون نسلم مع صباح متظرين كصباح فهي بسبب يعني قصة صارت مع بحياتها هي حسيت انه المشن تبعها هي الايتام فهي بتشتغل شي له علاقة بالكوميونيكيشن والسوشال ميديا وبتحب كتير الفن والرسم فمن فترة اطلقت مشروع اسمه مشروع روح يلي هو فكرته انه بتجمع الفنانين بتخليهم يتبرعوا بفنهم هاد الفن بينطبع على شناتي بينحاط على لوحات والبيع بينباعوا من خلال معارض العائد تبعهم بينعطها للأيتام فهي قدرت تجمع انه هالثلاث شغلات اللي هي بتعرفهم اللي هو الجوب والكارير تبعها واللايف مشن بمشروع واحد لانه هي كمان مسؤولة عن هاد المشروع والسوشال ميديا والكونتين تبعه فهو هاد مجال شغلة السوشال ميديا والكوميونيكيشن هي ما بضرورة انت تكون عم تشتغل عليها دايريكتلي انه والله انا بديساعد الأطفال الأيتام فانا بديروح اتطوع بميتام لأ انت يمكن تكون من خلال الكرير تبعك من خلال الجوب تبعك عم تساعد هاي بطريقة غير مباشرة مظبوء يعني احنا كنا في فترة الجامعة كان في عندنا كذا زيارة كذا دار ايتام فكنا نروح كفريق واحد يعني فالفريق دا كنا نفكر في الاول نقدر نعمل ايه مع الاطفال احنا حابين قوي الموضوع حابين نكون مع الاطفال دي ونقدم لهم فعلا قيمة نتحك معهم نهزر معهم فلما جمعنا فريق وقعدنا كان كل اللي في دماغنا ان احنا في واحدة زمرتنا في الجامعة اسمها مونا هي بترسم على بشوش الاطفال او يعني هي رسمة فهترسم على بشوش الاطفال كل اللي هنقول هنعمل حاجة ترفاهية بحتة لما رحنا هناك بدأنا نكتشف ان في ناس معنا من الفريق اللي هم اصلا بيدرسوا في واحدة عرفة تركي فبدأت تدرس الناس تركي واكتشفنا ان في عندنا ده فما بتبقاش عارف يعني وانت رايح لحاجة انت القدرات اللي عندك هتكون فت في ايه بالزبط في المشروع ده بعدين مستقبليا يعني صح هلنا نتكلم اكتر عن احنا كلمنا عن الفكرة بتاعته كلمنا شوية في بتاعته ولكن ازاي اصلا تم بدايته من الاول خالص قلتي ان ان انت كان عندك شغف لتعليم الناس الحاجات اللي انت عارفاها بما انك اصلا شخص يعني حبا انت يتفيد الناس اللي حواليك يتفيد الكمونيتي اللي عايشة فيه بتزنية حاجة اعتقد ان لازم تكون موجودة في كل شخص موجود دلوقتي عشان يقدم قيمة مش بس اللي هو مات فلان وخلاص ومش عارفين مين حوالي لانه انا شخص كانوا يسموني بالجامعة انه انا جوجل دائما لما حدا يسألني شي انا ما بدر عندي شعور انه حس مو لانه ما بدي يقول ما بعرف بس انا غالبا حتى وقت مثلا انه الفئتي مبارح كنت منزل تاريخ اكسباندر فالفئتي قاتلي انه انت منهم بتعرف هدول الشغلات لو الله العظيم انا سألت نفسي انا مع بكتور انه 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 فيه شغلات هيك انه انا هاي واحدة من الشغلات اللي اكتشفت بجلسات تبعي انه انا واحدة من قيم العليا هي العلم والتعليم انا شخص بحيث دائما قيمتي انا كشخص هي هي شغلة مو كتير صح بس انه قيمتي انا كشخص مرتبطة بانا شو بعرف انه انا قديمت علمي وقدي انا بقدر انه شارك هالمعرفة اللي عندي فهذا الشي هو اللي اظهر فكرة اكسباندور ولانه انا بشتغل بهذا الشي كده بشكل تطوعي صار لكتير فترة وبشتغل هذا الشي بشكل تطوعي وشاف في ثمار يعني انا لحد اليوم في عند طلاب بيحاكون انه انا حصلت من حال انه انت ساعدتيني انه انا انا مسلا قدرت انه مبسوط بالتخصص اللي عم بعمله وهيك فهذا الشي انه حسيت انه بدي هذا الامباكت ينتشر اكبر خلاصي بعد ما طلعت من سوريا يعني انا كان كل المجتمع كمان ممكن حتى ناس من يبقوا اكسباندر البراتفورم في المجتمع اكزاكت اه فبلشت اكسباندر اول شي بصراحة كانت فكرته مالا مية بالمية واضحة والليوم بقول انه فكرته مية بالمية مالا واضحة شو يلي بدي اعمل من خلاله بس مثل كل شي بالحياة عم بمشي وشوف شو الشي المناسب اللي رح ينعمل في بلش اول شي هلأ كل شي بلش فيه هو مكمل بس ما بعرف الان تح يكون مكمل وباي سياق يعني فححكي هيك الشغلات اللي صارت في بلش اول شي بشي له علاقة تماما باختيار التخصص كل المحتوى اللي كان يطلع من خلاله هو عن اختيار التخصص وبلشت اعمل من خلاله جلسات ارشادية اونلاين مع طلاب لا ساعدهم بهذا الموضوع والحمد لله كانت كتير الفيدباك منيحة والإمباكت كان كتير مناسب بعدين لانه انا بهذا اتسا وان من شو يعني فما كان كتير مناسب لي انه كل الوقت انه ضل عم بقدر عمل جلسات ارشادية فبعدين عملت شبكة مرشدين تواصلت مع الاشخاص اللي بعرفون من العلاقات من النتورك واللي بعرف انه بقدموا حقيقية وبلشت انه حتى اكتر انشر فكرة الارشاد بالعالم العربي واللي هو مو بس الارشاد الاكاديمي يعني انا مثلا من فترة شهر كنت بمكالمة مع شخص ليساعدني ب يعني حاليا بهذا الرول وحاب يغير وعم مقدم على هذا الشغل وهيك فانه هذا الكون هو مهم انه العالم تنتشر فهاي كانت فكرة انه عملنا شبكة مرشدين لأكسباندر عالم بمختلف التخصصات اذا بدك تبلش شغل في ري لانس اذا بدك تبلش شي له علاقة بمسارك المهني اذا بدك تبني علاقة بانك كيف تعمل البران تبعك وكمان الاختيار التخصص اذا بدك تدور على منحة كيف تبلش وين تروح هيك فكان في معنا حوالي 15 شخص بشبكة المرشدين كمان هاي الخدمة استمرت لمدة شهرين بعدين اكتشفت من الفيدباكس ومن الانس كمان اجي عليها كتير اقبال الحمد بس لفكرة المرشدين كان اغلب المرشدين بالفيدباك فورم ان كان من الشخص او من المرشد انه بفكروا انه المرشد هو الشخص اللي بدأ يقل لك يمشي معك انه واحد دك تعمل هيك مرشد هو شخص بيمشي جنبك ما بيمشي قدامك هو ما بيجي بيعلمك شو لازم تعمل انت اذا بدك تبلش شغل فريلانس ما بتجي بتقول للمرشد انا بدي بلش بسمالي عرفان شو بلش لأ انت عرفان شو بدك تبلش عمل الريسرش على الويب سايت المناسبة عارف ش يعني بورتفوليو عارف ش يعني معرض اعمال و جاي عم تقول شو برقيك انسب موقع بلش فيه شو برقيك احسن خدمة اشتغل فيها هو ما بيمشي معك انه البيبي ستيبس لانه كمرشد هي الساعة تبعه هي ساعة ليساعدك تشوف البرسبكتف من نص البيك بكتشر ما بيساعدك بالتفاصيل فهذا الشي كان شوية عم يسبب ضياع وقت بين المرشد وبين المتعلم فهو حد عنده اوسع وعنده فبس يعني مو صح انه وهذا الشي كنت كتير حاول انه دائما الشخص يحجز الجلسة بده يعبي فورم انه انت شو بدك شو بدك تعمل وهيك فشوي استمرت هيت دقريبا شهرين وهلأ شوين حطت لانه عم بشتغل على كونتنت يكون شوي اوارنس لموضوع الارشاد بعدين هلأ موضوع اختيار التخصص هذا بيضل دائما شغال يعني هلأ من فترة لانه هلأ هذا السيزن تبع اختيار التخصص والدخول على الجامعات وهي من فترة كان في ورشة من اكسباندر عملت تقريبا 15 طالب لموضوع اختيار التخصص اسمه وهم التخصص مسارك التعليمي بين الشغف والواقع فحكينا كانت مدة 90 دقيقة حكيت فيه عن هذا الموضوع وساعدت الحضور بطول وميندسات وريسورس لكيفي يختار وتخصص حاليا اكسباندر هو كمان عم يكون عبارة عن هيك فيديوهات تعليمية للأشياء اللي عم نشوفها ترند يعني لانه نحنا خلاص منشوف الشي بس ما بنعرف شو عم يصير بالكواليس مثل مثل فيلم باربي انه شو صار ليش كتير كلنا نهوسنا فيه وهايك فعملت مثلا فيديو عن هذا الموضوع فعم بعمل محتوى عن الأشياء اللي كتير هي منشوفها قدامنا بس مثلا ما بنعرف شو السبب العلمي وراه فكمان شوين بلشة به هذا بتعلمه انه انت استخدم الاستراتيجي دي في الكمبين دي عشان يوقعك لهناك مضلوط 100% فعم بشتغل كمان على هذا الشي وهلأ المشروع الجاية اللي ببالي وعم بشتغل عليه هو شي له علاقة بانه كيف تلاقي يعني مثلا احنا كل شي اشياء هلأ حكيناها عن المهارات يعني هو مهارات انك انت كيف تكون شخص صح ضمن فريق كيف تتعلم كيف مثلا بعدين كتير من الاشياء اللي بينحكي فيها انه كيف اعمل كيف اعمل كيف دور على الشغل كيف لقي فرص كيف كل هاي الشغلة فهي المشروع الجاي اللي ببالي هو انه انه كيف تلاقي طرف الخيط هاد انه هدول المهارات اللي الجاية ان شاء الله من هلأ كمحتوى فيه سلاسل من المحتوى دائما بتكون شغالة الاخر سلسلة بلشت فيها اسمها بزنسيات هي هاي واحدة من الشغلات اللي هي كانت من شخص على فكرة انه ادارة العمال كثير بينظر لنظرة انه انت دارس ادارة اعمال لان اكتر شغلة العالم ما بتفهم فيها كيف توزيع المهام فبلشت احكي على العلاقة بالبزنس حكيت على الكفاءة الفرق بين و حكيت على الفرق بين وال وال و وهي فهذا شغلة لانه من زمان كتير لانه انا كتير بحب البروجيكت بحياته فهي واحدة من شغلات لانه من زمان كان جعب علي احكي عنه فهي كمان بحيات بحيات و بحيات وانه كل شخص ملي احكي احكي لانه كل يعني مو هلأ انه كل العالم تبدأ البروجيكت وكل العالم تبدأ انه انا الانترابرنور وانا بدي احكي انت ما فيك تبدأ هاي الشغلات اذا ما عندك البيسيكت شو يعني بروجيكت مانجمنت كيف تعمل البروجيكت كيف تكتب البروجيكت كيف تحكي استيكهولدرز كل هاي الشغلات وهم يحبوا يشوفوا اي بزبط البروجيكت والبزنس بلان المتقود اي حدفات على سوق العمال اكيد انت كمان بتلاحظ انه اكتب اغلب المشاكل اللي بتصير بسوق العمل وبسبب انه عالم ما لا فهم عن الشغلة عرفت انه انت عم تطلب مني هات الشي بس هو ما له من ضمن الرول تبعي او مثلا انت مالك فهم تعمل هاي الشغلة فعم حاول كمان اشتغل على هذا الشي اه فبنشغل عن منتاليتي عشان ايه نوازع الابيرنس بعد كده ممكن بقى ناخد قدارات الاساس اه اه كان في شغلات لسه ثانية بس مالها مبلورة بشكل كامل وهي واحدة من الشغلات اللي انا بحاجة مساعدة فيها انه انا دائما بحاول انه اخذ العلاقة بإكسباندر انه انا اليوم إكسباندر هو حاليا هو ريفلكتينج انا شو عم حب وشو كون مهتم انا مثلا كل فترة بغير التسكريبشن انه اول شي كان منصة لساعدك على اختيار التخصص بعدين هلأ انه لا انه للأشخاص اللي بحبوا يتعلموا كتير فدائما باخد من اشخاص انه كان علاقة بالانتربرنور او بالبزنس او بالهي انه انا ببعلي هيك روح شو برأيكم شو اعمل شو ساوي هيك فهو عم على حسب شو عم لائي مناسب عم يتطور بس يعني هو لسا اساسا بمراحله البداية اذا نحكي عنه ك start up فلسا عم بكتشاف شو اللي صير النهائية فأنا كوجاين اتعلمت حاجات فعرفت كم حاجة بالتالي ودعت الناس بها بعدها طبق الور الفكرة فان انا كمان بتعلم وانا بعمل وبعلم الناس عشان ايه نمشي في نفس المسار مع بعض هاي بيعالو جاين دلوقتي بمعنك مريتي بكزا مرحلة من الحياة ومرتي بكزا حاجة وخلصت اقدرت عمل دلوقتي موجود في فشايف ايه الخطوات الجاية الفترة الجاية هل هي هتكمل في الفكرة والفكرة ونعلم ناس اكتر وننتشر ونكبر الاورنس دي ولا اللي ممكن يكون خطوة مستقبلي ولا انتي بس مستمتعة بالجورني اللي موجودة انا على شكل شخصي ولا مزبوط اكتر اوكي هلأ انا حابة حتما نكمل بالمسار التعليمي تبعي يعني حابة اعمل ماستر بس لست فايت انا بمرحلة اختيار التخصص تبعي انسيبشن فلسه عمشوف شو هلأ التخصص المناسب للمستر وين يعني فأنا حابة اكمل تعليمي حاسة انه فيه كتير لانه عم يطرح ما لمتواجدة باللغة العربية وما لمتواجدة بالعالم العربي يعني الاشياء اللي عم بحكيها ان كان هلأ بسلسلة بزنسيات او حتى كمحتوى او حتى كخدمات اشهدية هي ما لمقدمة العربي فهذا الشي حاسة انه فيه كتير لحتى يكمل ويصير مثل كامل فهذا كمان بالإضافة لشغلي الاساسي يعني انا مؤسسة اسمها كنز علمتني كنز هي بتهتم بالتعليم والاطفال من خلال كورسات ومحتوى تعليمي وتربوي وهيك فهذا الشغلة الاساسية فاي 25 اللي لسه مش عارف هيبدأ من اي ويعمل هي فهل فيه رسالة نهية احبت ودائما جربو يعني كمان فيه كوت تانية بحباب تقول انه الحركة ولود والسكون عاقر انه انت لما حتكون مبلش وعم تجرب الحياة لحالها رح تعطيك الفرص المناسبة لك يعني انا اليوم دائما بيعطي هذا المثال على اكسباندر انا لما بلشته انا حرفيا ما كتعرفان شو بدي اعمل بس انا حاس انه في شي بدي اعمل وفي شي بقدر ادم وفي معلومات تحب شاركة فشوي شوي هلا عم تطلع الفرص يعني مثلا انا بهاد البودكاست صار عندي مكان قدر عن جد هاي الشغلة اللي عندي اياها من ست سنين عم تتراكم بشي له علاقة باليافعين واختيار التخصص في عندي منصة اقدر احكي فيها او ان كان من خلال اكسباندر انه انا بقدر ساعد دول الاشخاص فهو بس لانه انا اخدت اول خطوة وشوي عم بكتشف لوين ممكن توديني فهي بس الفكرة انه انه بلش انه ابدأ وانه ما تفكر انه الباشن والشغف تبعك هيكون عم يستناك عطرف الطريق وانت قاعد الشغف هو شي هتكتشفه انت وماشي الشغف شي هتكتشفه بالصدفة وانت عم تشتغل بشي ما كنت متوقع انك تلاقي من ضمنه فهي بس انك تجرب وتحاول وتكون ديديكيتد انه انا خلاص اذا هاي الشغلة بدي اياها رح ضل عم حاول جرب فيها وما تقعد تنتظر حدا انه يعطيك المعلومة هيك على البارد المستريح وانت وقاعد وانت بس هي بس عن جد انه نحاول وجرب وابدأ خلاص الخطوة الاولى جميل انا استمتعت جدا بالحلقة فعلا استمتعت حتى بالحوار واستفدت على المستوى الشخصي فتشرفنا معرفتك ان شاء الله نشوفك في حلقات حتى اخرى وان شاء الله مختلفة معاك بإذن الله كاتوريكي كامبوس وبس نراكي على خير شكرا لكم شكرا لكم المنزل 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 تصمع الصدق الشغف بتاعك هو اصلا انت بصد المنزل انت 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 الكامير اللي هتمنتج الحلقة ما تبقاش تايع عن الفوكس بويت وفي مذاكرة الامتحان اللي هو انا عيني بتعدي بتاعني دور دايش عشان اجام دايش الحمد لله ايد تقريبا نفس الكولتشر انا ركبت في الكلام في عادي اللي قطة هجي تاني شكرا